عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات مريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تساموا وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشقوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإقوة والأقوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم عن غض البصر واستحسنت الحديث عن هذا الموضوع ونحن مقبلون على شهر عظيم كريم هو بمثابة الدورة الروحية المركزة فالنفوس مهيئة للتغيير ولهذا يقال عنه أيضا شهر التغيير شهر التغيير كيف مهيئة النفوس أن تصفد الشياطين فسلطان الشيطان على الإنسان يقل ويضعف ولذلك يشعر بإقبال على الطاعات وإحجام إلى حد كبير عن المعاصي والشعور بأن هذه المعصية تلوث عبادته وتلوث وتفسد صيامه وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وينادي منادم من قبل الله يا باغي الخير يعني الذي يبتغي ويريد الخير لنفسه ويريد النجاة يا باغي الخير أقبل تعاد الظروف متاحة والفرصة سانحة والحج قائمة ويا باغي الشر أقصر يعني سادك وغير حياتك وسادك تضيع الأوقات والغماس في الشهوات فهذه الدورة من ضمن الأمراض المجتمعية التي يعني تخترق أو تضر الإنسان هو إطلاق بصره في الحرام واليوم هذه الفتنة فتنة النظر إلى الحرام تحديد فتنة النظر إلى النساء هذه أصبحت يعني بلاء عظيم تواجه الإنسان المسلم أينما يتجه في السوق في الطرقات في الأماكن العامة في المجلات في الجرائد في صفحات العالم الافتراضي في الإعلانات التي تنزل تباعا وأنت يعني لا تريدها تنزل عليك صورة من هنا فيديو من هنا مقطع من هنا وكل يخترق هذا البصر وهذه فتنة عظيمة كما جاء في حديثي وسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء يعني بمعنى المعنى ما تركت فتنة أضر على الرجال تؤثر فيهم يخبر أنه ما ترك فتنة أضر على الرجال من النساء لماذا؟ لأن النساء خلق الله فيهن الجاذبية يعني هذه غريزة وضح الله سبحانه وتعالى وعلينا أن لا نتنكر لهذا الشعور لكن هذا الشعور الجذاب نظمه في أطر تليق بالإنسان بحيث يخرج من الإسفاف والحيوانية بذلك المرأة مطلوبة وليس الطالبة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث زين للناس من الذي زينه؟ الله سبحانه وتعالى وهذا مما زينه الله للناس في دنياهم واختبرهم به وصار سببا لفتنتهم أي لابتلائهم فيها ولكن فتنة النساء يعني أشد لماذا؟ زين للناس حب الشهوات من النساء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون الإنسان على حذر من أن تزل قدمه وراء خطوات الشيطان إذا عرضت عليه هذه الفتنة فإنه يخشى عليه منها يخشى عليه منها ومن هنا كان خطاب الشارع السد كل طريق يوجب الفتنة الذرائع والوسائل الموصلة إلى هذه الفتنة وهذا واجب على كل مسلم بل واجب على المجتمع المسلم وواجب على المرأة نفسية أنها تسد هذه الذريعة فأمره الله سبحانه وتعالى أن تحتجب وتلبس لباسها الشرعي ولا تتزين زينة يعني الذي فيها تبرج وظهور ولبس الضيق وكما نراه في دنيا الناس اليوم وتبتعد عن الاختلاط وتبتعد عن أنه تكون مصدرا للفتنة لأن هذا الاختلاط وأخذ الراحة في الحديث والعلاقات هي فتنة على الجانبين لا شك أنه فتنة على الرجال وفتنة على النساء من هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وفي الحديث خير صفوف النساء آخرها يعني بعيدة عن الاختلاط حتى النساء لا يكن يخرجن في العيد أمرهن عليه الصلاة والسلام أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير لكن لا يخالطن الرجال ما فيش دخول حتى إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم الرجال نزل إلى النساء في مكان وجود النساء ووعظهن وخطب فيهن وذكرهن وهذا يتلع على أن النساء كان لهن مكان منعزل عن الرجال طبعا هذا كان في قوة الدين وقوة العفة وتماسك المجتمع بخلاف ما نراه في دنيا الناس اليوم وضعف الدين والتقليد للأمم الأخرى في التفسخ والانحلال يريد أن يقلدهم في نظام والإدارة أو تداول سلمي على السلطة أو في تنظيم حياتهم أو في انضباط بالأوقات أو في احترام مشاعر الآخرين أو الالتزام بالقوانين إنما كان التقليد للأسف في التسفل والسقوط وتسليع المرأة وخلق يعني مستنقعات من الرذائل النفسية والمعنوية والحقيقية أيضا وكثير من أبنائنا أو من بني جلدتنا يعني يعني يقتلوا وفتنوا بهذه الفتن وتوسع النساء يعني في هذا الأمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدنيا خضرة حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن فتنة فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم فشبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الدنيا بالفاكية الحلوة الخضرة الخضرة للرغبة فيها والميول إليها وأخبر أنه وأن الله مستخلفكم فيها أن يخلف بعضكم بعضا تصل قوم بآخرين يأتي جيل ويذهب جيل لينظر كيف تعملون هل نعمل بطاعة الله في هذا العمر القصير المحدود ونحذر فتنة الدنيا ونحذر فتنة الحراء واجتناب ما نهى الله عنه وزجر ونبه النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن فتنة بني إسرائيل أول ما كانت في نسائهم ولذلك كان الحديث عن غض البصر غض البصر أي منع البصر من الاسترسال والتلذذ بالحرام لأن إطلاق البصر إلى المحرمات يشتت القلب ويضيع سيره ويسممه أيضا يسمم القلب يجعل القلب مسموما ومريضا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب هذا المسكين المعنى المكلوم الجريح الذي يكلم يمينا ويسارا من هذه الصور المحرم وينزف دما هو الملك على رعيته الملك على الجوارح فتضعف همته وتضعف إرادته وتضعف توقه إلى أن يتخلص ويكسر هذه القيود لماذا؟ من كمية السموم والسموم تدخل على القلب من ثلاث الجوارح احفظها من عينيه وأذنيه ولسانه هذه البريد الذي يصل الوافدات إلى قلب الإنسان فإذا نظر إلى الحرام تلطخ وأصابته العتامة والقتامة والسود وارباد وصار كالكوز مجخية يعني أسود مرباد لا تنفعه موعظة ولا يتأثر بخير ويشعر بانقباض بانقباض ثم يتأقلم مع هذا الانقباض توذا يمرض القلب ثم يؤدي هذا المرض إن لم يعالجه صاحبه إلى الموت من هنا كان الحديث عن غض البصر أول شيء يعين من الأشياء التي تعين على غض البصر هو استحضار النصوص الواردة في الأمر أن يغض المسلم من بصره وأن لا يطلقه في الحرام يعني صورة النور لحظ ذكر غض البصر في صورة النور إشارة إلى أن غض البصر ينور القلب وينور البصيرة ويعطي راحة البال حتى لما قال سبحانه قل للمؤمنين يغض من أبصارهم هذا نداء للمؤمن المؤمن يستشعر هذا المعنى يستشعر أنها رسالة من الله إليه لينقذه من براث ومستنقعات وأتون معصية إطلاق البصر إلى الحرام قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله عليم بما يصنعون لا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ثم بعد ذلك جاءت الآيات الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح لماذا تحدث عن النور الذي نقتبس الأنوار من نوره سبحانه وتعالى وكل نور في الكون وفي الحياة من نوره الأسنى سبحانه نور المطلق فهنا لما قال قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ليس يغض أبصارهم من يعني هنا من تبعض أي أن بعض البصر لا بد أن يغض وهو النظر إلى ما لا يحل إلى الحرام والعياذ بالله و مقتضى الإيمان مقتضى الإيمان يعني نتيجة الإيمان ويستلزم من الإيمان أن يحفظ الإنسان جوارحه ويحفظ فروجهم يغض من أبصارهم أي لا ينظر إلى ما لا يحل لهم ويحفظ فروجهم أي كما أمر الله سبحانه بغض البصر أمر بحفظ الفرج حفظ الفرج عن الحرام سواء كان بنباس ألا يلبس الإنسان لباسا عاريا أو كاشفا أو تلبس المرأة لباسا ضيقا يصف جرمها أي حجمها ويثير الآخرين هذا كله يعني لما يقوم به الإنسان يعتبر أنه متلبس بمعصية ومتلبس بالحرام وممكن بعض الناس ما يشعرش به الكلام هذا نتيجة غياب الواعز الديني وغياب مراقبة الله سبحانه وتعالى أو غياب كيف يعبد الله هل تقول لك أنا علاقتي بربك ويسأو أموري تمام بس واضح أن أمورك مش تمام أنا هذه أذية وسيم حتى في اللباس واللباس هذا من الحق العام مش حق الفرد لأنه إذا كان لباسك يؤذي الآخرين سواء كان رجوة أو امرأة هذا حرام واحد طلع لي بشرط واحد طلع لي بفتح لي فتلي عضلات والثانية متزرطة في السروان مش عارف كيف والدنيا لا لا ما صحش كلا ماذا هذا يقول سبحانه قول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم يعني أطهر أنقى أفضل أحسن خير لهم وأطهر إن الله خبير بما يصنعون إن الله خبير بما يصنعون فعلم الله سبحانه وتعالى عن طلاق النظر للتلذذ والتشهي لا يخفى عليه هذا يجعل الإنسان يخاف ويحذر كما في الحديث كتب الله يعني كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطاع والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذب يلي كتب يعني سبحان الله على ابن آدم نصيبه من الزنا فذكر زنا العينين العينان النظر إلى ما لا يحل يتلذذ بالحرام يتلذذ بالحرام وكذلك الأذنان تستمتع إلى الحرام بمعنى أنه يستمع إلى صوت إنسان أو إلى كلام إنسان أو إلى كلام امرأة يستمع إلى كلامها ولذة ولذة كلامها وسيم إذا كانت تتغنج وتتشيطن بحديثها واللسان كذلك بطيب الكلام والحديث على ما لا يليق مع امرأة أجنبية والتوسع في هذا الباب والتوسع في العلاقات المحرمة سواء كان بالوسائط المعروفة أو باللقاء المباشر أو كان في الوظيفة أو كان لأن اللذة فيما يتعلق بالشم فيما يتعلق بالحاسة السمع فيما يتعلق بحاسة اللسان حاسة الكلام ولذلك حتى في القرآن خاطب المؤمنات ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وقال سبحانه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لا تخضعن في القول يعني الخضوع في القول هو التغنج كفعل الغانيات المؤمسات اللا يعني يتاجرن بعراضهن بهذا الاسلوب الوضيع والحقير بل قال وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ وَلَا يُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ يُثْمِرْ نَظَرْ وَلَا يَضْو بَصَرَهُ أنا بالقول فيطمع فيطمع الذي بقلبه مرض هذا مرض الانسياب خلف الشهوات والبحث عن الغاديات والرائحات سواء في الأسواق أو في صفحات الفيس والعالم الافتراضي وحتى تجد تحط صورة خليعة بيش تجد بالناس حتى يعني من باب النكة ثم يقول لك حتى لا تملك إلا الصورة والله رأسي وجع فيها أنا عندي صداع بتلقى التعليقات وتلقى اللباس عليك وممكن تكون صورة وهمية هم يعني بيش تعرف أن التركيز على الغريزة الحيوانية في الإنسان من هنا قال لك غض بصرك حتى لا تنزل إلى مرتبة الحيوانية وتتحرك فيك الغرائز وتنزل إلى ما لا يليق بكرامة بني آدم ولقد كرمنا بني آدم ولذا تشوف بعض الشباب إلا من رحم الله الله بيهديهم يطلع في الأسواق ولا في الأماكن ولا مولات ولا أماكن يظهر في قوته وفتوته وجسمه وعضلاته وكأن يعني يعني الفتاة النرجسي هل هرق هذا اللي جاءنا مش عارف منين طلع عنا بحيث يشوفه جسمه والله يعرض هذا كل للأسف من 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 أسباب الضعف الوازع الأخلاقي والدين وعدم مراقبة الله ما هنا أمر الله سبحانه وتعالى في هذا العالم الذي يموج أن نغضه من أبصاره لا نفتح على أنفسنا بابا يدمر أرواحنا يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظرة الفجاءة جي نظرة خاطفة مش قصدها افتعت صفحة جاتك دعاية جاتك عاشين تقلم في قناة لا هذا يعني أمرني قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جريم مع عبد الله عن نظرة الفجاءة قال أصرف بصرك أصرف بصرك شوه معناها معناها ما تسترسلش ما تسمحش لنفسك أنك تسترسل وراء هذه الصورة الخليعة أو البحث عن الصور الخليعة أو البحث عن المواقع الإباحية التي هي بالملايين اليوم وللأسف ليس هناك حجب كما ينبغي يستهدف في الإنسان ليجعلوه حيوانا يبحث عن شهواته فقط النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة يعني ما تسترسلش يقول شوف فإن لك الأولى وليست لك الآخرة يعني الأولى الخطفة هذه ما عليك شأثم لكن لما تسترسل وتتلذذ والشيطان قد يزين لك هنا الخطورة فهنا استحضار هذه الآية في قلبك اجعلها في رمضان قل للمؤمنين يغضوا من أبصاري أي برامج فيها نوع من الخلاعة والنساء خاصة السهرات هذه وعارضات الأزياء هذه والتي لا مضمون لهن ولا إلا الأشكال التي تطلع بها ما عند أي مضمون إلا هو يعني يضحك وتسهويك وهذا كل يقتل وقتك ويقتل قلبك ويقتل عمرك المبارك في شهر رمضان المبارك هذين بيدك كل واحد يعرض في بضعتها يعني العالم اليوم ما فيش حجر وفي حجب في واسع في رقابة هذا الشهر الذي هو ثلاثين يوما شعارك فيه غض بصر عن المحارب واحد يعني ضعفت نفسه يتتبع في المواقع من دير اشتراكات أي حاجة من الآن يغلق على نفسه في هذه الدورة حيتخلص منه بإذن الله تعالى وصدقوني ما فيش إنسان يفتح بصر على الحرام يجد سكين في قلب لأن يخرج منه النور والعياذ بالله من الأشياء التي تعينك هو شعورك بالطلاع الحق عليك سبحانه وتعالى شعور الإنسان بالطلاع الله عليه سبحانه وتعالى يجعل حس المراقبة ذا ثاعلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحان الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا لطيف خائنة الأعين العين الخائنة يمشي باللحظ يعني كما قال ابن عباس هي المرأة تمر بين جماعة من الرجال فيرمقها أحدهم بلحظه يعني أصحاب يحكي معهم وكذا هو يعني سبحان الله وصف صورة بلغة صورة بلغة يحكي هو هذه العين المسكين المتألم وهذا القلب المعنى المكلون المجروح الملوث فهنا مراقبة الله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة تسأل هذه الجوارح ولذلك جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله وسلم أن رجل سأل النبي صلى الله وسلم أن يوصيه قال أوصيني يا رسول حاجة ننتفع بها قال أوصيك أن تستحي من الله أن تستحي من الله كما تستحي رجلا من صالح قومك كما تستحي رجلا صالحا من قومك يعني تستحي الحياة هو فعل ما لا يلق أن الإنسان يترك ما لا يلق فيستحي قال لا أن تستحي من الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك هذا دافع نعم الميزان ثم تذكر بعد ذلك شهادة العينين شهادة العينين عليك يوم القيامة حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون يا لطيف كل الجوارح تنطق كل هذه الجوارح حتى جاء في الحديث صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك فقال الصحابة تعجبوا قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك ضحك فقال أتدرون مما أضحك قال والله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه المخاطبة العبد لربه مخاطبة العبد لربه يقول يا رب هو بحسبه قال ألم تجرني من الظلم أنك أنت عدل وأنك أنت تحميني من الظلم فيقول الرب بلى يقول فيقول فإني لا أجيز شاهدا على نفسي لا أجيز لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني إلا أقبل شهود أحد ولا ملائكة جوارح هذين قعدت لا أجيز أحدا شاهدا علي إلا مني فيقول الله له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا والكرام الكاتبين شهودا فيختم على فيه ما عاش يتسكر ما عاش يتكلم يتسكر ما عاش يعاند حتى يوم القيامة في حدين يعاندرة يعني هذا ديدانهم لعناة تسكر الرأس وتبرير الأخطاء والله والله والوعد لا لا أغلق فمك فيختم على ثمه فيقال لعركان جسده أنطقي تقول العين أنطقي للأذن للأذنين أنطقي فتنطق بأعماله العين تقول أنا للحرام نظرت السمع أنا للحرام نظرت اليد أنا للحرام أخذت اليد أنا للحرام مشيت والفرش أنا للحرام فعلت والعياذ بالله وهكذا ينظر إلى جوارحه وهو لا يستطيع أن يتكلم فإذا شهدت جوارحه كلها حتى فخذه وعظامه كما في الحديث كله يتكلم الجسد كل حاجة في جسدك تقول تنطق اليوم أنت تملكها أما في ذلك اليوم لا تملكها هذا يخليك أنت تغذب بصرك وتخاف من هذا المشهد وهذه الفضيحة أمام الأشهاد من لدى الآدم إلى آخر واحد يا لطيف ولذلك فرصة الآن هذا دافع أول شيء مراقبة لله وأيضا خوف الفضيحة يا لطيف فجوارحه كلها تنطق يا لطيف يا لطيف كانوا 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 وديروا وانت بشيت وانت فتحت وانت فتحت الصفحة الفلانية وخشيت ودرت ودرت وتلف هناك معبة وكذا أحدث في الدنيا كلا جد التوبة لا أحد يستحق أن تعصيه لا أحد يستحق لا أحد يستحق لا أحد يستحق أن تعصي الله من أجله نعم ما فيش حد يستحق أن تعصي الله من أجله ما فيش أبدا هذه نفسك فتنطق جميع جوارح جميع جوارحي كل أعظام خلايا كل شي ما هو قال لا أجيز إلا شاهد من نفسك شاهد من نفسك يلا بسم الله ثم يخلي ربنا بينه وبين الكلام يرفع الختم اللي علي فيه يخلي بينه وبين الكلام فيقول لجوارحه بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل يعني أدافع وأجادل عن كن كنت أناضل ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنطق كل شيء أنت فقدت السيطرة ولذلك غض بصرك عن الحرام من الآن من هذه اللحظة ونحن مقدمون على شهر عظيم لا تسمح لعينيك أن تتلوث في شهر فيه من الروحانية وإشقراق الروع والاستعداد شهر أنزل الله فيه أعظم وثيقة تربط الأرض بالسماء وهو القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر عظيم أفضل شهور السنة وأفضل ليلة فيه ليلة خير من ألف شهر وأنت تفتح لنفسك بيش تمشي الليل سهرة هنا وحديين السهوكة هنا وحديين أنت معارفين الشيطان هو يبيتقيد في شهر رمضان لكن فيه وحديين قاعد يوتي فيهم وجنودهم بتاعها بيش يطلقهم في رمضان ويقدوا المهمة يقول لك تغير أنا أقول كم حاجة حتى أعداءنا عارفين قيمة رمضان لأن الشعرين إن إقبال الناس على ربهم يغير حياتهم ولذلك مكروا الليل والنهار كل القنوات كانت غنيمة يعني قاعد جوع حرام العمر بك ستكون رهين عملك في قبرك وتنضي الدنيا وتنضي الأيام وتندم ولا تحين مندم فهنا يتذكر الإنسان هذه الفضيحة يعني الجوارح تنضم يجعل دافع الإنسان أنه هو يغضه من بصري طبعا ويتذكر العبد أيضا منافع غض البصر وثمرات غض البصر أول ثمرة من ثمرات غض البصر أول شيء أنت امتثلت لأمر مولاك حبيبك بك بكرة أنت مقبل عليه وأعظم سعادة يريدها الإنسان في معاشه ومعاذه هو امتثاله لأمي ربه ولذلك قال ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة أنت بطيح في مولاك ومن يطع الله ورسوله شنو النتيجة فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين إن لو ما طعنش شنو نديرو شنو عكس الهداية بحسب تركك للطاعة تبتعد عن الهداية والهداية إذا ابتعدت عنها وإنت بتبشي للضلالة والعياذ بالله فهذه أول ثمرة هو امتثالك لأمر مولاك أرى امتثالك لأمر الله ما تقول لهذه المتدينين والملتزمين والمشايخ وأخوان أطلع منا أخوذ بلنا دوله عدل دماغك شوية خلاص هذا ما تصيرك أنت مسلم أنت مسلم خلاص أطلع منا التصنيفات هذا أمر من الله سبحانه وتعالى أنت مسلم مؤمن ترجو رحمة ربك وتخاف عذابه وتبي تحسن الخاتمة تبي رب يجمعك مع النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تخرج من الدنيا بسلام وإحسن لك الختام لأن الإصرار على المعاصي بريد الموت على الكفر والعياذ بالله والإنسان يموت على ما عاش عليه لما يتعلق قلبك بهذه الصور الخليعة من خلال بصرك وهذه النعمة تسيطر عليك فلا تتذكر عند الموت إلا هذه الصور تثقل عليك النطق بالشهادتين تثقل عليك ذكر الآخرة وإقبالك على الله وإكشف الحجاب وترى الحقيقة فبصرك اليوم حديد ما تستهزيش من الأمور هذين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم هذه دلالة إيمان هذه دلالة إيمان دلالة التوحيد دلالة عقيدة سلامة التوحيد في الطاعات الإيمان مرتبط بالطاعة فهذه أول شي هذه أول ثمرة ومنفعة في المعادي وفي المعاشي وفي المعاد امتثالك لأمر مولاك وأمر سيدك الأمر الثاني أنك تحافظ على قلبك من أن يمرض من السهام السهام النظرة سهم مسموم من الشيطان يهلك القلب كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والمرء يعني الإنسان ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر قال هالسور يتبع القراص يعني خلي عندك حمية حتى على قلبك كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتري يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالضرر لا مرحب بسرور عاد بالضرر وقال أحدهم وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضي أنت صابر ومن دامت نظراته دامت حسراته المنفع الثالثة أن غض البصر يورث سرورا وانشراحا أعظم من أي شيء أعظم من اللذة المؤقتة الذي تعقب حسرة من النظر الحرام لماذا لأنه قهر نفسه وخالف هواها ولذلك جاء في الحديث حديثة بقتادة في مسند أحمد وأبي الدهما أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله ما هو خير لك منه لا تدع شيئا تدع شيئا بصرك تركت لله لا تدع شيئا لله عز وجل إلا أبدلك الله به ما هو خير لك ولذلك قال النظرة سهم من سهام إبليس سهم مسموم من تركها مخافة أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه المقاومة في البداية بس وبعدين تشعر بقوة تماسك والقلب سيئلة غيرة ونشاط وحيوية ما أعظم الطاعة ما أعظم الروحانية والروح بأشواقها يكون البدن تابع لها ولذلك ثق إن الإعاد من الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أن وعد الله أصدق من ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير له سيد على ذلك إن غض البصر يكسب نورا في القلب ونورا في الوجه أيضا كما أن إطلاقه يكسب ظلمة في القلب وظلمة في الوجه ويعيذ بالله لأن الإنسان الذي يطلق نفسه للمحرمات ويعني المواقع الإباحية والعلاقات المحرمة ولكذا وتحت أي شعار منها يعني الإسفاف والسقوط والتدني والمستنقعات المليئة بالأوبئة يعني هذا كل يورثه ظلمة لذلك جاء في آية النور بعدما أمر الله المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم جاء الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن عبده المؤمن هو الذي امتثل أوامره واشتنى بنوهه هذه علامة الإيمان اجتناب الأوامر جرب من اليوم أن تغض بصرك وشوف الفرق في الراحة النفسية غير شوف ما نقول لك جرب هذا يقين تشعر بقوة نفسية غير عادية تشعر باستنارة تشعر بإشراق تشعر برفرفة الروح تشعر بانبعاث أشواقها تشعر أن تنق السم عن القلب ولذلك يمطر الله عليك من سحائب رحمته ما يوقظ قلبك المعنى والمتعب إلى نشاط وحيوية وراحة نفسية ويبعد عنه الشر فهذه من الأشياء التي تعينك على غضي بصري أيضا من الأشياء أن الإنسان يعجب الزواج ويقلل من هذه المصرفات والتعقيدات يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضوا للبصر وأحصلوا للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء ما تعقدش الأمور تكملها من بعدين توكل على الله وعف نفسك وساعد بعضكم مساعدة مجتمعية هذه التعقيدات يقول له واحد يأخذ سندريلا ولا يأخذ الأمير مش عارف من تعقيد تكل على الهنار تدك كل على الهنار والله تدك كل على الهنار والهنار ما يكون بطاعة الفهم الصحيح وتبسيط الأمور تبسيط وتسهيل الحياة والعفوية ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان حتى من دعائه دعائه عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جاء في حديثي في الأدب المفرد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أن تفع به واحد جاء للنبي قال يا رسول الله نبي دعاهك يخصني به ربي ينفعني به سبحان الله الأسئلة هذه كل واحد عنده مشكلة فيبحث عن حل والنبي كان يتفرس في الناس وهذا يعني سبحان الله طبيب القلوب فعلمه دعاء نحفظه كلنا اللهم عافني من شر سمعي وبصري ولساني وقلبي وشر مني سبحان الله عافني من شر سمعي وبصري وشر لساني وقلبي وشر مني شر بصري يعني ربي عافينا زقني العافية من شر النظر إلى المحرم فهنا ره فتح النبي صلى الله عليه وسلم لنا باب الالتجاه والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى أن يعينك ويعيننا على أن نلجم هذه الأبصار على أن تقع في الحرام من شر السمع من شر البصر من شر القلب يهوى ويتمنه ويفكر ويتحصل وكيف ومن شر المني أنه يوضح في الحرام والعياذ بالله وهكذا فالإنسان العاقل يعني سبحان الله هو الذي يتدبر في حاقبة الأمور ما يعيش الشكي بخلاص ولا الناس كله هكي ولا الشباب كلهم هكي ولا الحياة تغيرت وين عايش تبترد القنور الوسطى تبترد قرن ينطعك مش قرن الوسطى هذه إنسانية وبشرية وآدمية تليق بالإنسان الله سبحانه وتعالى جعلت الشرائع كرامة للإنسان يعني ما خلق الإنسان والبشر يعني سدى وتركهم عبثا يعبثون يفعلون ما يريدون لا لا ليبلوكم أيكم أحسن عملا هذه مهمة جدا وانظر إلى العالم الذي انتشرت فيه الإباحية وخوذ باسم الكبت حالات الإجهاض حالات الحرام حالات الأولاد غير الشرعيين حالات 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 بالملايين يعني بالملايين كلها بدايتها من يعني إثارة روح الحيوانية في الإنسان فهنا أقول أنصحوا نفسي وإياكم أن نفتح صفحة جديدة مع جوارحنا من الليلة حتى نستقبل الشهر العظيم بتوقد وحيوي ونشاط هذه الأمانات التي أعطاه الله لنا نحافظ عليها هذه وداع ولابد يوما أن ترد الوداع ولابد يوما أن تسترد الوداع وكذلك أقول لأختي المسلمة اتق الله في نفسك وفي لباسك وفي يعني حياتك يعني أنت مسؤول أمام الله أسواء كان في الإعلام أو كان في الشارع أو في الأسواق يعني أنظر للمرأة وأنظر للمرأة هل ما تقوم به يرضي الله سبحانه وتعالى يعني أنت بحث المرأة يشبع المرأة يقول سبحان الله زيما اكتلع تيك يحب ربي أطلع من دروش تنم حاجة قلبي نظيف دروش هذه يرى لعبة من الشيطان قلبك نظيف عملك نظيف واضحة هذه قلبك نظيف معناها عملك نظيف أما الدروش انتعب النية لا 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 ما تتبعش خطوات الشيطان ما كان قبيحا فترك وما كان حسنا فلزم إذا ارتكبت قبيحا اغتم وتأس لأن المعصية كما ذكرت توهن القلب تضعفه تعرض الفتن على القلب كعرض الحصير عودا عودا حصير معروفك أو كعرض الحصير عودا عودا مرة بعد مرة فأيما قلب أشربها ما ردهش فتح قالك يلقى صور فتح في الفي يلقى في العالم قالك يلقى الدنيا استلذ واستمتع يشربها يشربها زي الاسفنجة تشرب نين تذكل فأيما قلب أشربها ما ردهش قبيلها نكتت في قلبه نكتت وسوداء وأيما قلب أنكرها من الأول استغفر الله أعوذ بالله الله معني الله معافني من شر بصري وسمعي ولساني وقلبي ومني كما قال عليه الصلاة والسلام وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخية كيف الكوز الكأس المقلوب تظه كيف تصب فيه الممي والعياذ بالله وأسود ليش لأنه سمح لنفسه أن يشرب هذا الحراب هيك شوية شوية بعدين القروحة أسيره كسر قيدك الآن فرصتك والقلب الذي أنكرها حتى تصير القلوب على قلبين قلب أسود مرباد كالكوز مجخية وقلب كالسراج مزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض ولذلك الإنسان يمتنع أنه يعني أنه يسترسل وراء هذه الأمور وهذه فرصة الحقيقة فرصة في شهر رمضان رمضان المبارك ولا أقول أبدأ من رمضان أبدأ من الآن وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين لكن يزداد التركيز في رمضان لأن اللصوص اليوم تبرجوا وكشروا على نيابهم لاستهداف الإنسان ليجعلوا حيوانا ويضيع فرصة الشهر وفرصة العمر وفرصة اغتنام الأوقات وفرصة محطة التغيير التي تغير حياة ليلقى ربه على خير حاد هذه محطة راه للصراع والصراع والمجاهدة ولا تستسلم لا تستسلم كن صاحب نفس تواق صبور مجاهدة اشغل نفسك بالطاعات اشغل نفسك بتلاوة القرآن بمجالس طيبة بسهر مفيد لا تفتع على نفسك لا في موبايل ولا في القنوات بابا يفسد عليك بهجة الروح وانشراحها في رمضان ومن البداية اتخذ قرار مش من رمضان من الآن لان انت قاعد تسخن يجي رمضان انت والحق سواه كيف ما يقول طيب شوفوا بعض الاتصالات لو في مش عارف كم بقي من الوقت بسم الله اعتقد ثلاث دقائق ولا مش عارف كم الله بسم الله يقول انتنا مكتوح عندي طبعا رسائل ادعي ما شاء الله تبارك الله تقول كيف اتصرف مع زوجي المهمل في صلاته يتركه بالاسابيع والشهور وهو يدرك انه مقصر ويزعل لتركها ويحاسب في نفسي ولكنه يتكاسل لا شوف كان يحاسب في نفسي طلع النتيجة يعني زعلك هذا هذا ما ينفع عشرة زعلت غير راه موضوع الصلاة بالسهل الصلاة هي معراج الروح ومن اراد ان يعلم منزلة الله في قلبه فلينظر منزلة الصلاة بالنفس تب تعرف منزلة الله في قلبك شنو شك الرب في حياتك شوف الصلاة وين في حياتك لانه هي الوقت المركز للمناجهة والفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء ولا تسقط إلا بذهاب عقل الإنسان أو بالعذر التي كتبه الله على بنات آدم حيض ونفاس أما غير الرباء معراج الروح هذا السلوم ليصلك بالله سبحانه وتعالى فالإنسان ترك الصلاة مبتوة الصلاة بالله دب حتى الحيوانات خير منه أعظم جريم أعظم من قتل وأعظم من السرقة وأعظم من الصلاة لكن الصلاة الإنسان مقطوع عن الله من الآن تسمع العذان لما تسمع لذي يقول الله أكبر لا أكبر من الله دقى عميزة لمباراة برشلونة لكن أنفظ صبي صلي أدعى قربك موضوع الصلاة رأول الله حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قال سيدنا عمر والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا من كفر العمل يعني اختلفوا حتى في تكفيرا من جحدها قال ما في الصلاة في الإسلام هذا يكفر قولا واحدا لكن تركها تكاثلا اختلفوا في كفر يعني أن واحد قاعد الحافة يعني أنت ما تصليش قاعد الحافة وشنو علاقتك بالزوجتك بالأولادك قال ليش ما تصليش ليش ليش ما تصليش موضوع عظم ما فيش راه يعني ما فيش بصارع وهذه أيضا فرصة للصلاة وسوف بإذن الله تعالى أتحدث عنها في حديثنا في رمضان عن همية الصلاة في حلقات في شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى ألتقيكم إن شاء الله الجمعة القادمة على نفس الموعد وحديث شائق جديد استعدادا لشهر رمضان البحث عن محطة تغيير جديدة ونفتح صفحة جديدة مع ربنا سبحانه وتعالى وقبل ذلك وبعد مع أرواحنا المشتاقة لهذا الشهر الكريم للتغيير أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات أريج الورد عدم في الفلات ولا يرضى الأكارم بالفتات بنات المجد هم قوم تسامر وعاشوا بالهدى خير البنات حياة القلب والأرواح بشرى لمن نشقوا شذا روح الحياة فما معنى الحياة بغير روح وما روح بغير هدى الحياة إذا كانت حياة المرء باحر يموج فروحه فلك النجاة نجاة الروح في القرآن نادت عليك وفي هدى خير الهدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر